إذن تكريم لأحد قيادي تنظيم القاعدة احتضنته ميليشيات الحوثي في صنعاء ليبرهن أكثر على علاقة وطيدة تمتد لسنوات فمثلث التعاون بين الحوثي والقاعدة وداعش وتنصيق بينهم فضحه تقرير استخباراتي مني أبريل الماضي حيث أقدمت ميليشيات الحوثي على إطلاق صراحي أخطر قادة القاعدة من السجون الواقعة تحت سيطرتها خلال السنوات الماضية في هذا الإطار تستغل الميليشيات سيطرتها على المقر الرئيسي لمصلحة الأحوال المدنية وأجهزة الرقم الوطني وقاعدة البيانات فتصدر بطاقات شخصية مزيفة لتمويه هوية الإرهابيين وتسهيل تنقلاتهم داخل اليمن ورغم أن تنظيمات الإرهابية ازدهرت وتمددت بشكل أكبر عام 2015 استفيدة من الانقلاب الحوثي إلا أن ذروة التنصيق بين أذرع إيران الثلاث في اليمن كانت عام 2018 وفق التقرير الاستخبارة استخدمت الميليشيات الإرهابيين الذين قبضت عليهم السلطات اليمنية كورقة تفاوض وأدال التعاون اللجستي مع القاعدة وداعش مايو عام 2012 فجر أحد عناصر تنظيم القاعدة نفسه في وسط عرض عسكري في صنعاء ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 400 جندي يمني الهجوم تبناه حينها تنظيم القاعدة وأوصلت التحقيقات بعدها لأحد أعضاء خلية التفجير وهو المدعو مياد الحمادي يتعود للميليشيات وتفرج عنه في وقت لاحق بعد انقلابها على الشرعية وأحكام سيطرتها في صنعاء عناصر القاعدة المفرج عنهم من قبل الحوثيين تولوا بعدها مهام قيادية داخل ميليشيا الحوثي بينها معارف مجل الذي يشارك في معظم المعارك كمشرف عسكري ويحشد المقاتلين كذلك وأيضا علي الكردي المشهور بأبو إسرائيل وهو قيادي سابق في القاعدة وقيادي حليف ميليشيات الحوثي ويعد الكردي المنصق بين داعش والحوثيين ويتولى تشكيل وإدارة خلايا لصالح الميليشيات داخل عدن كانت ضالعة بالهجمات الأخيرة